وبرضه بمناسبة الكلام عن الأهلي والزمالك عندنا خبر أعتقد يهم الفرقتين الجهاز الفني للمنتخب الأولمفي قرر السماح لثنائي الفريقين أحمد نبيل كوكا لعب النادي الأهلي وحسام عبد المجيد لعب الزمالك بالانضمام لفرقهم طبعا عشان يشاركوا معهم في لقاء السوبر بعد مشاركتهم مع المنتخب في زهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وكمان المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 بص أنا من الناس المعجبة جدا بأحمد نبيل كوكا بصراح أو هو زي ما بتقاله وبيحب اسم يقوله أحمد نبيل كوكا مش كوكا تعرف أصل الاسم إيه؟ هو قال لك حتى حكاها مرة سألوه يعني ليه اسمك إيه جبنين كوكا أو كوكا ده قال لك الاسم ده طلع علي هو أصلا تعرف أنه هو أشوال يعني هو أيصل فوالده كان بيلعب كورة كان ليه صديق قريب ليه جدا برضو كانوا بيلعبه كورة هو كان صديقه ده أشوال فهو كان بيحكي أن بابا سماع على اسم صديقه لأنه كمان كان شبهه يغين أن هما الاثنين يعني 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 بلعبوا برجلين ومش شمال لا كمان هو كان شبهه فهو من هنا جيه الاسم لكن هو بجد لعب واعد جدا وطبعا كويس أن هما قدروا أن هما ياخدوا إذن أو تم يعني يعطاهم الإذن أن هما يسيبوا المعسكر في اسكندريا عمسكر المنتخب ويروحوا بقى علشان يشاركوا طبعا مع الأهلي ومع الزمالك طبعا سواء هنا أو هنا بس أحمد دبيل كوكا ليه قصة برضو حلوة أن انت تعرف أنه جي نادي الأهلي أصلا كان مفروض هما وليد ألفين وواحد فلم كانش عندنا لسه في الناشئين ألفين وواحد فكان انضم وقتها ليه ألفين وبعد لما انضم ألفين هما خلوه خلوه قالوا له لا ما تمشيش وبعد كده اتعمل ألفين وواحد ناشئين فلا هو يعني ابن النادي الأهلي ونوه صغير جدا فحاجة أكيد حلوة انت اللي تشوف لاعب صغير مش جاي لك مثلا من إعارة أو ديل انت بتعمله أو صفقة لا ده ابن النادي الأهلي برضو بتبقى فرقة كتير جدا عند اللاعب وعند النادي طبعا لأنه متأسس صحة جوه النادي الأهلي وشارب إنجاز التعبير شارب كل المبادئ بفي انت ماء يا كريم كمان دي نقطة مهمة جدا